مرحبا أنا أخصائي التغذية دانا بردقجي فعوري اليوم رح نحكي عن موضوع الشوكولاتة الداكنة وعلاقتها بالرجيم بنسمع كتير يمكن الأشخاص اللي بيقولك أنه خلال فترة الرجيم وتنزيل الوزن أنه ممكن يأكلوا من الشوكولاتة السودة أو الشوكولاتة الداكنة طبعا الشوكولاتة السودة هي بتحتوي على كميات معينة من الدهون ولكن عندها بتكون أقل من أنواع الشوكولاتات الثانية المختلفة اللي بتحتوي على الحليب أو إذا كانت الشوكولاتة هي نفسها شوكولاتة بيضة نسبة الكاكاو اللي بتكون بالشوكولاتة الداكنة بتساعد الجسم أكتر على الحرق لأنها بتحتوي على الكافيين بكميات أكبر علشان هيك يمكن إحنا كأخصائيين تغذية ننصح الناس أنهم يتناولوا الشوكولاتة الداكنة إن كان لكمية السعرات الحرارية اللي جاي من الدهون فيها أو للفائد اللي جاي من مضادات الأكسدة بس طبعا أكيد الكمية لازم تكون كمية محددة بحد ضدها أخصائي تغذية وفقا للأنواع الأكل التانية والكميات التانية اللي عم ياخدها الشخص خلال أكدول الرجيم ترجمة نانسي قنقر